السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو أريد أن تفتحه معي عقولكم بالله عليكم قبل كل شيء لا نغشنا فلا يسامنا تمام؟ الوزارة عملت إيه دلوقتي؟ التعليم تغلق تطبيقات تابلت السنوية وتتيح تسجيل حضور والاطلاع على الكتاب الوزارة قررت على جميع أجهزة التابلت الخاصة بطلاب 3 سنوي ستسيب تطبيق تسجيل حضور والاطلاع على الكتب بطريقة البيدي اف فقط والطلاب استقبلوا رسالة ويتأكد أنه تم غلق جماعة التطبيقات على التابلت يا ريت اللي سامعني كان يقول لي حصله لا لا واصبح الجهاز هدفه لتسجيل حضور داخل اللجنة والاستعانة بكتاب الوزارة بطريقة البيدي اف وبصادر داخل الوزارة قالت ان الهدف من غلق التابلت منع الغش ومنع التسريبات ومنع شاومنج ومنع الكنترول والكلام ده كله فيترى يترى حصل عندكم الكلام ده يترى الكلام ده فعلا هيتطبق ورقم كده انا جاء لي الصورة اللي بتظهر قدامكم دي اللي هي تم تهكير التابلت بعد التحديث الاخير يعني انا باستغرى الوقت يا جماعة احنا بندر نفسنا الوقت اللي انا بقوله اللي احنا نسمح للطالب لخول التابلت ورغم اللي هو مالوش اهمية ورغم ان الغشة يتفتح عليه وكل حاجة عليه ورغم كده ان الصورة اللي بتظهر قدامكم دي تهكير التابلت بعد حصل الوزارة بنقول الطلبة هكرو التابلت ليه انت دالوقتي بتعمل ايه انت دالوقتي اللي ت Studien quand tbحكير التابلت دك انت هضيع السنة عليك انت انا بنصحك انت انت حر هاكر زمان تعاوش لكن انت اللي هتضر تحديث التابلت قبل امتحان ده معناه ان الدولة عاوزة توفرلك ملصة اامنة بحسي próximo سواسية م содحيل يص costumes واحد معا لامتحانوم احدlegt والكلام ده كله يا جماعة بالله عليكم اللي هاكر التابلت ده هو اللي هيدر نفسه بس اللهم بلغت اللهم فشهد تركيز او في اللي انا بقوله ده لانك انت اللي هتتضر مش زميلك اللي جنبك لو حد فعلا مسألت مدرس في التقنيات محمد عمر قال لي في طلبة كتير هكرت التابلتات وتم غلق التابلت لمدة ومين وهيبقى فيه شاشة زي اللي انا شفناها اللي تظهر قدامنا دي وتفتح اي مواقع باخلاف البرنامجين اللي هم الوزارة سقبتهم تسجيل الحضور والكتب بس تمام هنا بقى يعني انت دلوقتي تهكر التابلت فياريت كل طلبة توصل التابلت بالنت وهتقبل كل التحديثات الطلبة اللي هكرت التابلت منغشنا فليس منه التابلت المهكر لا يصرح بيدخول اللجنة وهيتعمل لك محضر ولو تم كشفه في نفس الوقت من داخل اللجنة من قبل الوزارة والترباء والتعليم هتبقى مصيبة المشكلة في حاجة اللي بيهكر التابلت هيدر نفسه هيدر نفسه بلاش تعمله الموضوع ده جماعة بالله عليكم بالله عليكم بناش انا بنصحكم وانتو حرين اللي عاوز يهكر يهكر اللي عاوز يعمل يعمل بس خلي بالك يلي بيشيل اربه هيدر بتخوره فوق دماغه انت لها تشيل نفسك وانت لها تعمل في نفسك كده انت حر لا يكون في الله نفسا إلا وسعى انا معكم يسام رزق مؤسس اجيان اندلس في امان الله اشترك في القناة وفعل زر الاشعارات وايضار لا تنسى دعمنا بلايك